اشتركوا في القناة مش إلا نفسه يعني ايه مثى العدد الاولي هو العدد الذي له عاملان فقط نفسه والواحد تعانى انه فهم كده معظم يعانا باقول لك العدد الاولй هو العدد الذي له عاملان فقط نفسه و الواحد مش فاهم حاضر ابص لي كده الاعدد الاول ليه ناخد ب перед Army مثلا العدد واحد طب واحد لو جبت العوامل بتاعته استخدام شجرة العوامل واحد فواحد يبقى العوامل هنا ايه عوامل العدد هنا كام؟ واحد فقط لا اتماعا واحد يبقى اولي لا ليس اول طب تعالي ناخد الاتنين الاتنين لو حبيت اجيب العوامل بتاعتها واحد في اتنين يبقى العوامل ايه هي الواحد والاثنين يبقى اول لانه ليه كم عامل اثنين الواحد والاثنين برضو مش فاهم حاضر يا جميل ادي التلاتة يبقى التلاتة كم في كام واحد يامس في تلاتة في حاجة تانية لا يبقى العوامل هنا كم و كام الواحد والثلاتة عددهم اثنين يبقى اولي خليك معايا نبدأ في الاربع الاربع اول حاجة هقوله واحد و اربع جميل و كم في كام اثنين في اثنين يبقى العوامل هنا ايه هي العوامل واحد و اثنين و اربع تلاتة عوامل يبقى ليس اولي ايه رأيك كمان الخمسة يلا يا حلو يا جميل اهيه كام واحد في خمسة يعني العوامل هنا ايه و ايه يعني يامس الواحد والخمسة ليه كام عامل اثنين اثنين فقط يبقى اولي ناخد الستة يلا بالمرة ايه دي الستة تعال نجيب العوامل ايه هي واحد في ستة و ايه كمان اثنين في تلاتة يبقى العوامل هنا كام واحد و اثنين و تلاتة و ايه و ستة دول كام اربع عوامل يبقى ليس اولي طبعا حضرتك تقدر تكمل كتير من هنا لو جيت سألت هل واحد اولي لا 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 ليه لانه ليه عن الوحد طب مين اصغر عدد اولي اللي اثنين طب ده زوجي ولا فردي زوجي يبقى انا في معلومة هنا لازم نتعلم نعرفها قوي كزا حلو ما كان اول حاجة لو جيت قلتلك اصغر عدد ايه يا حلم اولي ايه هو الاثنين طب لو كتبتلك اصغر عدد اولي زوجي الزوجي مين بقى يا حلم يامس هو برضو اثنين العدد الوحيد الزوجي الاولي هو الاثنين طب هنا لو سألتك اصغر عدد اولي فردي يبقى كام يبقى الثلاثة تمام يبقى ارجع تاني يعني ايه عدد اولي هو العدد الذي له عاملان فقط نفسه والواحد تذكر معايا هل الواحد اولي لا 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 من الاعداد الاولية حبيبي اثنين ثلاثة خمسة سبعة طيب ينفع التسعة لا لان التسعة ثلاثة في ثلاثة فلا تلاثة عوامل الحداشر وهكذا انت اشتر مني تعالى معايا با السؤال اللي بعد بيقول ايه اكتب جميع عوامل الاعداد التالية وحدد ايهما اولي ام غير اولي انا اجيب لك اعداد مثل اخر ثلاثة زور عندي التسعة اول جدول عارفة ومتاكدة منه كان في كام واحد بالتسعة طب هل التسعتاشر تيبل على الاثنين لا ده فرد يا ميسي على التلاثة لا على الاربعة لا على الخمسة لا هي بتحبش حد التسعة عشر دي ما بتحبش حد يعني العوامل بتاعتها كام وكام الواحد والتسعتاشر يعني ليها كام عامل اتنين يبقى هنا اولي ولا ليس اولي اولي بكل اول تعالى معايا التانية اتنين وعشرين اتنين وعشرين اول حاجة يا جميل جدول واحد واحد اتنين وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين ده واضحة خالص عدد زوجي يعني يا ميسي اتنين اتنين وعشرين طب هالي اتنين وعشرين تقبل عالتلاتة لا عالاربعة عالخمسة انت فاكر حاجة في حاجة باتنين وعشرين لا يبقى كده اخبص يبقى العوامل هي كام الواحد والاتنين والحضاشر والاتنين وعشرين دول اربع عوامل يبقى اولي ولا ليس اولي بكل اوه هقوله ليس اولي يلا واحدة كمان الواحد وثلاثين اول حاجة انا هجيب واحد يبقى واحد واحد وثلاثين افكر هي الواحد وثلاثين تبقى على الاتنين لا لا خالص مش افكر لانها فردي تبقى على الثلاثة لا يامس مش ممكن ده واحد وثلاثين اربعة خمسة في حاجة هنا بيتماغك بتقول في جدول ممكن ده واحد وثلاثين لا ده هي عدد اناني ما بيحبش الا نفسه والواحد يعني العوامل كم وكام الواحد والواحد وثلاثين يبقى بقول كل قوتك اقول اول واحدة كمان يا عسل اربعة عشر هجيب اللي اربعة عشر اول حاجة اه انا سامعاك برافو واحد فاربعة عشر دي اتنين في سبعة برافو ممتاز اتنين في سبعة هل فيها تلاتة اربعة خمسة لا يبقى خلاص يبقى هنا لو جيت كتب العوامل اه هي يا جميل يمس الواحد والاتنين والسبعة والاربعة عشر حل كم عامل اربعة اولي ولا ليس اولي ليس اولي لا يلا يلا يا حبيبي ناخد كمان مسائل كتير وجديد اكمل اصغر عدد اولي كام واحد لا اتنين الاتنين يبقى اصغر عدد اولي الاتنين والعدد الوحيد الزوج الاولي الاتنين وكل الاعداد الاولية فردية معدد الاتنين كمان واحدة اصغر عدد اولي فردي التلاتة طب اقولك على فكرة تعال نكتب كده الاعداد الاولية قدام عيني الاعداد الاولية انا بحب اكتبها كل شوية ليه عشان افضل في دماغي منسهاش اتنين تلاتة خمسة سبعة حداشر كمل تلات تاشر طب خمستاشر لا يا مس ده اولي خمسة في جدوة الخمسة تلاتة الخمسة اه صح يبقى سبعة تاشر تسعة تاشر كل شوية هنهيد ان دول الاولي طب السؤال كمان العدد الاولي الذي مجموها وامله اربعتاشر بص يا بص احنا قلنا ايه العدد الاولي هو الذي له عاملان فقط نفسه والواحد يبقى انا الاربعتاشر دي لو نقصت منها واحد تبقى كام تلاتتاشر يبقى العدد الذي مجموها وامله يعني نقص واحد تبقى تلاتتاشر ايه رأيان طب بصورها جدا حجاز غنططة لو قلتلك العدد الاولي الذي مجموع عوامله كان اتناشر يبقى هو ايه ايه ايوه حداشر عشان اناقص واحد اول ما يقولي اولي مجمو اناقص احنا يلا طب العدد الاولي الذي يالي مباشرة حداشر بص كده قد حداشر مين اللي يالي يالي يعني اللي وراها يبقى تلاتتاشر ايه رأيك كده يا جميل يبقى انا وضحت لك مفهوم الاعداد الاولية والغير اولية وقدرنا نفرق بينهم واخدنا شوية لو حضرتك عايز تمرين اكثر تحت الحلقة في صندوق الوصف سايبالك رابط حلقة التدريبات وإلى اللقاء ان شاء الله في الحلقة القادمة